اهلا بكم من جديد من وجهة آسيوية للسياحة إلى وجهة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل فالصور القادمة من سيرلانكا تحكي قصة دولة أرهقت شعبها أزمات اقتصادية حتى انفجر الوضع وخرج السيرلانكيون إلى الشوارع مطالبين بتغيير الوضع جذريا فما القصة؟ في سيرلانكا يقضي سائقو المركبات ساعات تصل إلى 48 ساعة للتزود بالوقود الذي تعاني البلاد شحة شح الوقود هذا ظهر جليا في انقطاعات الكهرباء اليومية التي تصل إلى 13 ساعة في اليوم والتي يزيد صعوبتها ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الأزمة المعيشية في سيرلانكا في أسوأ مراحلها فأسعار الأغذية وغاز الطهي والملابس والنقل تشهد ارتفاعا كبيرا لسيما في ظل انخفاض قيمة الروبية السيرلانكية مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من سوء التغذية ومن حدوث أزمة إنسانية يصر السيرلانكيون على مواصلة احتلال مقري إقامة الرئيس ورئيس الوزراء حتى يقدم استقالتهما رسميا بعدما قال رئيس البرلمان إن الرئيس سيستقيل في الثالث عشر من الشهر الجاري بينما قال رئيس الوزراء إنه سيتنحى للسماح بتشكيل حكومة مؤقتة يحاول المتظاهرون في سيرلانكا أن قيمون على الوضع المتدهور إيجاد مخرج لأسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود فالبلاد أعلنت إفلاسها وعدم قدرتها على سداد ديونها وكذلك عجزها عن شراء الوقود في ظل نقص حد في العمولات الأجنبية أدى إلى التوقف وردات المواد الأساسية على رأسها الوقود والغذاء والدواء يحدث ما يحدث في سيرلانكا والعالم يراقب فالهند التي قدمت دعما بنحو أربعة مليارات دولار لجارتها تراقب الوضع ويراقب معها عن كثب صندوق النقد الدولي الذي يجري محادثات مع الحكومة السيرلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة فيما تدعو الولايات المتحدة قادة سيرلانكا إلى العمل سريعا لمعالجة الغضب والاستياء الشعبي لنفتح إذن ملف سيرلانكا ونتعرف بداية بالأرقام إلى الوضع الاقتصادي هناك للمرة الأولى منذ استقلالها أعلنت سيرلانكا في أبريل الماضي أنها ستتخلف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغ قيمتها 51 مليار دولار ووفق المعلومات التي تتداولها الصحف السيرلانكية المحلية فإن الديون تشكل حتى عام 2020 حوالي 117% من الناتج المحلي القومي وأكد المصرف المركزي أن سيرلانكا لم تتمكن من سداد فوائد تبلغ قيمتها 78 مليون دولار على سندات دولارية مستحقة لاسترداد في عامي 2023 و2028 مع انتهاء فترة سماح مدتها 30 يوما في سيرلانكا أزمة اقتصادية كما تفيد المؤشرات وفيها أيضا تضخم مرتفع وصل في مايو لأكثر من 30% لسيما في قطاعات الصحة فيما يتوقع بنك سيرلانكا المركزي ارتفاع معدل تضخم في البلاد إلى 40% خلال الأشهر القليلة المقبلة في الوقت الذي تكافح فيه سيرلانكا لتخفيف حدة النقص في كل شيء من الغداء إلى الوقود أما نسبة الفقر وفق خبراء اقتصاديين سيرلانكيين فوصلت إلى 12% خلال هذه الأزمة بعد أن كانت 4% وذلك بسبب خسارة الناس لوظائفهم وهبوط سعر روبية مقابل الدولار قد يكون الفساد المسبب الأول إلا أن نيران الحرب الأوكرانية وعوامل أخرى ساهمت في تعميق أزمة اقتصادي سيرلانكا فماذا نعرف عن هذه الجزيرة عند الجهة الجنوبية من ساحل الهند تقع سيرلانكا ولا يفصل بين البلدين سوى مضيق ضيق لا يتجاوز 40 كيلو مترا فيما يحدها من جهات الشمال الشرقي خليج البنغال أما مساحتها فتتجاوز 65 ألف كيلو متر مربع هذه الجزيرة الكبيرة لا يتجاوز عدد سكانها 22 مليون نسمة والتي يشكل عرق السنهال منها نحو 75 من السكان فيما غالبية هذا العرق يتبعون ديانة البوذية بينما السنهالية تعد اللغة الوطنية والرسمية في البلاد رغم أن البوذية النسبة الأكبر في البلاد إلا أن ديانات أخرى يتبعها السيرلانكيون ومنها الهندوسية التي تحتل المرتبة الثانية يليها الإسلام ومن ثم المسيحية عانت سيرلانكا من آثار الاستعمار الذي تعاقب عليها ثلاثة قرون ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر بدأت بالاستعمار البرتغالي ومن ثم الهولندي وصولا إلى البريطاني الذي وضعها في الحقبة الأخيرة كمقاطعة تابعة له قبل أن تحصل على استقلالها الكامل عام 1948 كونها لا تملك ثروات تشكل الزراعة المورد الرئيسي الأول لاقتصاد البلاد فنحو 41% من أراضي الجزيرة مزروعة بالشاي والمطاط والكاجو وجوز الهند وقصب السكر وزيت النخيل فيما لا تتعدى المساحة المخصصة لزراعة الأرز من تلك المساحة 11% لؤلؤت المحيط وبطقصها المداري وطبيعتها المتنوعة بين غابات سحلية وهضاب يجعلها موقعا جاذبا للسياحة التي شكلت عام 2018 أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن أزمات عدة بدأت بتفجير استهدف كنيسة في عام 2019 وبعدها جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا ضربت القطاع السياحي لكن السياسات المالية المتبعة والفساد سهما أيضا في انحدار سريلانكا نحو الإفلاس لدرجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم قدرة أو القدرة على استيراد الوقود والدواء والغذاء نتيجة انهيار العملة المحلية وعدم الحصول على العملة الأجنبية ما أدى لتخلف كولومبو عن سداد ديون بنحو 7 مليارات دولار في موعدها بعدما تجاوز إجمال الديون 51 مليار دولار بينما تتراكم فوائد الديون تتخوف واشنطن من سياسة فخ الديون التي وقعت به كولومبو فالصين تعد أكبر المقردين لسريلانكا وتمتلك قرابة 10% من الدين الخارجي للجزيرة فيما الخوف من أن تستغل بكين هذا الظرف وتلتهم المزيد من مقدرات سريلانكا ترجمة نانسي قنقر قبل أن نناقش هذا الملف أثبوا إياكم مشاهدين إلى بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هذا الحساب على تويتر قال صاحبه كل هذه الأعداد من الشعب السريلانكي اقتحمت القصر الرئاسي أعتقد أن ذلك تم بتسهيلات من شخصيات في السلطة مناهضة للرئيس تغريدة أخرى من هذا الحساب تقول هذا نتيجة السقوط في فخ ديون الصين التي أنشأت لهم مشاريع حكومية ولم تستطع السداد وتم الاستحواذ على الميناء الرئيسي وعلى الكثير من مصادر الدولة تغريدة أخرى يقول صاحبها صحيح أن سيادة في النهاية هي ملك للشعب قد تكون الحكومة قمعتهم لسنوات ولكن هاهم عندما تعبوا أصبحوا قوة لا يمكن وقفها لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي عبر تطبيق زوم من العاصمة السرلنكية كولومبو السيد مارلون إيريسينجا الكاتب السياسي ومن لندن السيد كليزمن موراتي مدير مؤسسة باريتو للأبحاث الاقتصادية مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ هذا النقاش مع السيد مارلون ضيفي من كولومبو مرحبا بك سيد مارلون من يتحمل مسؤولية الحال الاقتصادية الدرامية في سرلنكا اليوم التي كما شاهدنا فجرت كل هذا الغضب مرة واحدة كيف وصل الحال بسرلنكا إلى هنا حقيقة هذا سؤال هام للغاية يمكنني القول أن الموقف الراهن الذي وصلنا إليه وصلنا إلى القاع بسبب ذلك الأمر وفي كل يوم نشعر أننا نغرق ونواجه المزيد والمزيد من الصعوبات بسبب التحديات الاقتصادية الضخمة التي نواجهها كيف وصلنا إلى هذا المستوى لقد كان هناك نقاش مكثف لذلك الموضوع على مدار الأشهر الماضية أعتقد أننا أيضا قد أصبحنا مثل قصة تحزيرية ومخيفة للدول الأخرى فيما ينبغي تجنبه لو رغبنا في أن نلخص الأسباب الأساسية فهي الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية وعدم الكفاءة الاقتصادية كذلك أيضا السياسات غير الرشيدة التي دفعت بنا إلى هذا المنعطف الخطير إذن يمكنني القول مثلا أننا على مدار العام الماضي اتخذت الحكومة قرارا بالانتقال نحو استخدام الأسمدة العضوية دون أي تخطيط قرار اتخذها بين عشية وضحاها وأثر سلبا على القطاع الزراعي وأدى إلى شلل في القطاع الزراعي والآن نحن نواجه أزمة غزاء وهذا يمثل واحدا من القرارات التي اتخذت من خلال هذه الحكومة وأدى إلى تفاقم الموقف لكن هناك أمثلة أخرى كثيرة يمكن مثلا أن نشير إلى الدولار وكيف كان هناك رفع مصطنع لقيمة العملة المحلية من خلال البنك المركزي لسريلانكا وأي نوع من استخدام للحوالات من المغتربين السريلانكيين وهذا هو الأساس للعملة الأجنبية والحصول على النقد الأجنبي في الدولة وكما ذكرتم بالفعل أن القطاع السياحي قد تأثر بشدة بسبب العديد والعديد من ما حدث من هجمات الإرهابية وأيضا تفشي جائحة كورونا علاوة على الموقف الاقتصادي في سريلانكا والأزمة التي نتجت من تلك تطورات كل هذا قد أثر بشكل كبير على القطاع السياحي إذن تلك هي بعض الأسباب التي وقعت مؤخرا والتي أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية لكني أعتقد أن هذا الأمر أعتقد أن هذا الأمر يرجع حقيقة إلى وقت يتخطى وقت هذه الحكومة لقد اتخذت هذه الحكومة عدة قرارات سيئة بلغت بنا هذا المنعطف الخطير لكن كان هناك أيضا أسباب أخرى وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة أفضل بنا إلى هذا الموقع أراكم من سوء الإدارة كما أفهم سيد مارلون اسمح لي أن هذا بسؤال لسيد كليزمن ضيفي من لندن مرحبا بك من جديد سيد كليزمن أنت كيف تقرأ اليوم أسباب تدهور الوضع الاقتصادي إلى هذه الدرجة حتى الإفلاس وحتى الانيار الكامل وعدم قدرة الحكومة على تأمين أبسط الحقوق للمواطن السريلانكي بين الأسباب التي ذكرها سيد مارلون ونضيف إليها اليوم الأسباب الدولية جائحة كورونا حتى الأزمة الأوكرانية برأيك كيف تضافرت كل هذه الأسباب ودفعت سريلانكا إلى الحضيب إذا ما صح التعبير حقيقة في مجال التمويل الدولي والاقتصاد العالمي أحيانا تكون الحكومة ضحية لما يقوم به اللاعبون الآخرون للتأثير على اقتصاد الدولة الكثير من الناس يشيرون إلى حقيقة ما فاتها أن الصين كانت تقوم بإقراض سريلانكا قرودا ضخمة بصورة متواصلة لكن أعتقد أن الخطأ الحقيقي يرتبط بسوء الإدارة الحكومية على مداري عشر سنوات الماضية سياسات عامة للحكومة في سريلانكا رغبت في جذب الناس إلى صفها لكنها كانت سياسات غير مستدامة سواء كان ذلك في خفض الدرائب أو الإنفاق الحكومي عالي المستوى أو كذلك تخفضات في مستويات الدرائب وأيضا طباعة الأموال بشكل غير مستدام بالطبع الحرب في أوكرانيا سبب في هذه الأزمة لكن لكانت هذه الأزمة ستقع على أي حال فلقد كان لدينا انهيار القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا وغيرها أيضا من أنشطة الأعمال في سريلانكا التي تأثرت بشكل كبير كل هذه العناصر تضافرت على مدار الأيام الماضية مما أدى إلى اقتحام مقر الرئاسة ورئاسة الوزراء للناس قد أصيبوا بالإحباط وهنا نجد المخاطر السياسية التي انتشرت في دولة بهذا الشكل الوسيلة الوحيدة هي تغيير نمط الحكومة لن يرضى الناس إلى أن يتم تغيير الحكومة ومن ثم يتم إعادة هيكلة الديون التي نرى فيها أن سريلانكا ينبغي أن تركز على هذا الأمر سيد مارلون كيف ساهمت الصين في تفاقم عجل سريلانكا المالي والاقتصادي وهل ساهمت علاقة الرئيس السريلانكي بالصين في الإطاحة به برأيك حقيقة يمكنني القول أعتقد أن سمعت كلمة فخ الديون هذه لقد سمعت هذا المصطلح يستخدم كثيرا فيما يعتبت بسريلانكا وفي بعض الاقتصادات الأخرى أنا لست مؤهلا للحديث عن ذلك الجانب الاقتصادي لكن هناك الكثير من المحللين الذين يشعون إلى سريلانكا كمثال لفخ الديون الصينية ودعونا نتحل بالعدالة والمصداقية نقول هناك تحليلات أخرى تفني ذلك الأمر لكن مثلا الميناء السريلانكي الضخم الذي شيد من خلال منح صينية وقروض صينية نرى بالفعل أنه بلغ حوالي 1.1 مليار دولار لكن هذه الأموال لم تستخدم لسداد الديون بل استخدمت لتقوية احتياطنا الأجنبي والحكومة مذلت ملزمة برد خمسة قروض أخذناها من بنك الصين لإنشاء وبناء ذلك الميناء إذن نرى أن الصين قد استحوزت على هذا الميناء لكن حقيقة هناك تفقية منفصلة مختلفة عن هذا القرد أهذا يمثل فخا من فقاخ الديون؟ البعض ربما يقول ذلك لكني لا أعلم يمكنني القول كمتابع للموقف في سريلانكا ما نشعر به نشعر أن سريلانكا بالفعل سقطت في فخ الديون وأشعر أيضا أنني واجه هذا الأمر مع بلدي إذن هذه وجهة نظري في ذلك الأمر نعم سيد كليزمان قبل قليل ذكرت لي أنه يجب أن يكون هناك تغيير في نمط الحكومة وتفسر لي قليلا اليوم بشكل عام ما الذي تحتاجه سريلانكا لمواجهة أزماتها المالية لسداد ديونها وللعودة إلى السكة الصحيحة على الأقل تأمين أبسط حقوق المواطن أعتقد أن أول شيء ينبغي القيام به هو أن لا يكون لدينا عقلية نظرة الحكومة عليناها ضحية أنا أعتقد وشركتي أيضا تعتقد دائما أننا هناك المسؤولية الفردية سواء كنت فردا أو شركة أو حكومة لا بد من إدارة الشؤون المالية الخاصة بك بأفضل طريقة ممكنة وأن لا نبحث عن الأموال السهلة دائما هناك سبب أن المؤسسات الغربية لديها اعتبارات أخرى عندما تقوم بإقراض الأموال للحكومات وتلك اشتراطات لأن هذا هو أساس المؤسسات المالية في أي دولة لو أن الحكومة قررت أن تحصل على الأموال بسهولة وعبر طريق السهل من خلال اقتراض الأموال وهذا الأمر ليس لديه مستويات عالية من نجل تشتراطات فهذه الحكومة سوف تتراكم عليها ديون ضخمة ونضيف إلى ذلك الفساد مع استمار الوقت هناك ولدينا موقف صعب هناك وسر الإدارة لكي نصلح الموقف لابد أن نغير الحكومة ونغير أيضا العقلية من القمة لنقول أننا أصبح الغينة خلال الشهر المقبل أو ما شابه حكومة جديدة في سريلانكا لو أنني أقدم النصحة إليهم هناك أنصحهم بثلاثة أشياء أولا إعادة هيكلة الديون ليس فقط من الصين ولكن من اليابان التي في الحقيقة أكبر مقرد لسريلانكا ومنك التنمية الأسيوي رقم واحد أنظر أيضا لسياسات مبعد الجائحة التي تشجع أيضا على العودة المستويات السياحة إلى ما قبل الجائحة رقم ثلاثة أنظر أيضا في زيادة الصادرات من الدولة وتنويع الصادرات وهذا معناه تغيير سياسة الحماية التجارية التي أعاقت من الصادرات في الدولة إذن خفض العاجز التجاري وإعادة هيكلة الديون وتطوير سياسات أكثر كفاء أفهم من سيد مالون إذا كانت هذه الاحتمالات ممكنة بداية ماذا بعد تنحي الرئيس وأستقالة الحكومة سيد مالون ما هو الدور الدولي متوقع برأيك وما رأيك باختراحات سيد كليزمان باختصار لو سمحت نعم أعتقد أن هذه اقتراحات جيدة للغاية وواضحة وأعتقد أن هذا ما يتعين على الحكومة أن تقوم به بالفعل أو على الأقل الحكومة الجديدة التي سوف تصبح في سودة الحكم أعتقد أن ما شهدنا حقيقة من استقالة رئيس الوزراء ورئيس الدولة الرئيس يفترض أن يستقيل في الثلاث عشر من هذا الشهر الجاري ورئيس الوزراء أعلن أيضا أنه مستعد للتنحي والاستقالة وأن يفسح المجال لحكومة انتقالية لكن المشكلة أن المتظاهرين والمواطنين في سيرلانكا عموما يشعرون أن الاستقالات الرسمية لم تتم بشكل كامل حتى الآن لذا بالنسبة لتحقيق الاستقالة الاقتصادية أو لنقل السياسات الاقتصادية لكي تطبق هذه السياسات الاقتصادية الرشيدة نحن بحاجة لاستقرار سياسي وأعتقد أن مواطنين سيرلانكا يعلمون الموقف الذي نواجهه يعلمون أننا في هذه الأزمة وأنه يتعين علينا على الأغلب أن نتحلى بالمرونة على مدار الأشهر الستة أو حتى العام المقبل إذن الشعب في سيرلانكا متلق لطبيعة الموقف لكن أعتقد أننا ننتظر إلى حدوث نوع من التفاؤل يأتي من النخبة السياسية يشعر المواطنين سيرلانكا أنه بحاجة إلى نوع من الاستقالة السياسي لكي يتمكنوا من بناء اقتصادهم وهذا ما يجري أمر فيه عذرا على المقاطعة الوقت انتهى شكرا لك على كل هذه التفاصيل سيد مارلون أرسينيجا الكاتب السياسي ضيفي من كولومبو أسرانكيا شكرا لك وشكرا لضيفي من لندن السيد ليزمن موراتي مدير مؤسسة باريتو للأبحاث الاقتصادية شكرا لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميراشا غازي